حكاية البر حكاية يا أبوي ذكرك طول الأزمان باقي قدرك مدى الأيام وسط الحناية كريم طبعك وفي الوعد راقي علمتني بالذوق صدق العطاية لمي الحبيبة لهفتي واشتياقي اللي زرعت بالروح طيب النوايا تشهد لها بالخير أغلى رفاقي تسلم ديني المترفة بالسجايا يا ذكريات بالعهود الوثاقي مضمونها يرسم جميل الوصايا اليوم تجمعنا وعود التلاقي على حكاية البر نلقى السناية حكاية حكاية البر حكاية حكاية البر بسم الله الرحمن الرحيم حكا الله دكتور يعاني الله الله يبقيك ويسلمك وأنا سعيد جدا والله بلقائك بابد الله أنا بك أسعد أجمل حديث ممكن أن يكون حكاية البر الوالدين الله يمتعهم بالصحة والعافية يتابعون نعم إنتاجك الإعلامي بشكل عامي يتابعونه وبقوة أيضا اللهم مرحبك الحمد لله أنا أتوقع هذه المتابعة لها أثر كبير جدا في العطاء أكيد 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 أغلب إن لم يكن كل اللقاءات اللي كنت أشارك فيها كنت قبل اللقاء أتصل بالوالدة رحمه الله كنت حريص جدا أني أقولها عندي برنامج حتى يأتيني سيل من الدعوات ويكون حافز لكن توفيت رحمه الله وما زال البر متصل وأنا جاي أسجل هذه الحلقة خالتي حفظها الله في المستشفى فزرتها قبل أن آتي يا سلام فقلت له أنا ترى معتاد فأنت مقام والخالة يعني والدة فقلت له أدعي لي أنا رايح أسجل حلقة عادة علاقة والديك بعد ظهورك الإعلامي أي والله شوف هي العلاقة مع الوالدين يعني علاقة يعني زي ما تقولي أبو عبد الله خليط من الحب والاحترام والتقدير جميل لكن بعد الظهور هذا وهذا كله طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى كان فيها شيء من الإكبار والإجلال ولما يشوف الإنسان غراسه موجود ويشوف أثر لتربيته ومشواره الطويل في العمال والاجتهاد والمثابرة ويشوف ولده بهذا الشكل يعني يعتبرها أكبر هدية وأكبر يعني مكسب جميل وهذا نوع من أنواع إدخال السرور على الوالدين أي والله طيب تهادوا تحابوا خلينا ندخل كذا في الهدايا جدتي رحمه الله كانت تقول أنا غنية وحب الهدية كلنا نحب الهدايا كيف علاقتك مع والديك في الهدايا طيب هل تذكر أول هدية أهديتها أنت لهما؟ أولا قبل ما أتكلم لك عن الهدايا خليني أبو عبد الله بس في طبيعة العلاقة اللي بين الإنسان وبين والدي يعني أبحكي لك موقف يعني من المواقف الجميلة التي لا أنساها في حياتي عن العلاقة هم يسألوني دائما كيف علاقتك مع والديك أقول الإنسان سبحان الله يتصل مع والدي لما يكون موجود معهم لكن أحيانا كلما قوية العلاقة تستطيع أن تتصل معهم حتى وأنت لست معهم وأنت لست معهم يعني أبعطيك بس موقف يعني من المواقف الجميلة تفسر هذه العلاقة يعني أنا كنت في نهاية الأسبوع جاي من الجامعة باتجاه البيت وسبحان الله في الطريق قررت أنه أنا أذهب إلى الجنوب لزيارتهم طبعا هم الآن معايا أبو الشرك في جدة بس في الفترة الماضية كانوا في الجنوب فأنا جاي ما مخطط أبدا أبو عبد الله وقررت أنه أنا أذهب فاتصلت على أم عبد الملك قلت له وإش رائك أب أجيكم البيت جهزوا حالكم أنا رايح الدينة نطلع نروح نسلم على الوالدي يا سلام فقالت لي والله أنا ما استعدت لا أنا ولا الأولاد لكن الله يسفر دربك الله أشفر المهم شيء ما أعطيتهم خبر وفاجأتهم ودخلت عليهم فكان لقاء يعني تعرف مفاجأة له وكان هذا طبعا مقدم أي واحد منه لهم يعني من أكبر الهدايا لهم الله الشاهد ما هو بهنا يا أبو عبد الله سم إني أنا جالس معهم وكانت أختي جالسة معهم فما سكتني بعد الجلسة قالت لي تدري وشي اللي جابك إيش تتوقع قلت والله أنا جاي من الجامعة وقررت فجأة أنه أنا أجي يهزني الشوك كذا قلت أجي أسلم عليهم سبحان الله قالت البارح دار حوار بين الوالد والوالدة هم حصدوا المزرعة وحنا يا أبو عبد الله نزرع الحبوبة البياضة هذه فعندها امرأة صديقة في قرية مجاورة ومن ذوي الحاجة وتتعهدها دائما من فترة لفترة فتقول للوالد خذ الحب هذا ووديه لفلانة في القرية الفلانية قال أنا ماني بفاضي يوديه حذفة المرجمة طبعا حذفة المرجمة هذه عشان يبرفه الله إيش معنى حذفته هو طبعا يلقبني أنا وهو طبعا لقب اعتز فيه صراحة يسميني حذفة المرجمة المرجمة هذه أبو عبد الله أداه كذا يحط فيها حجر صغير عشان يحموا البلاد يحموا المزرعة فتلقاه إيش يسوي فيها كذا ويوجه الحجر إلى المكان الذي يريد يوجهه هنا يروح يوجهه هنا يروح يوجهه هنا يروح فسماني إيش حذفة المرجمة لأنه أنا ألبي الطلبات أقول ثم دائما وأمشي هذا نعمة يعني ما شاء الله فيقول لها إيش يقول لها الحب هذا يوديها حذفة المرجمة قالت ربنا يجيبه إن شاء الله الله أكبر أي والله يا أبو عبد الله ربنا يجيبه ما يدرون إلا أنا طاب عليهم اليوم الثاني طاب عليهم أخذت الحب اليوم الثاني وروحت وصلته لهذه المرأة المحتاجة وعدت فأنا أقول سبحان الله شوف يعني هذه الحوارات والدعوات والأشياء يعني تجعل بينك وبين والديك اتصال يسمونه طبعا تخاطر يسمونه حالة من التخاطر جميل جميل طيب يعني هذا التخاطر والتقارب يعني تقارب الأرواح يتقارب بزيادة العلاقة ومنها الهدية نعم أذكرك بالهدية والله شوف يا أبو عبد الله الهدايا وأنت سيد العارفين يعني الهدية يا تكون مادية يا تكون معنوية وطبعا الهدية المادية تقل في نظر الكبير كلما تقدم في السن جميل يعني الهدية المادية لكن الهدية المعنوية هي اللي لها إيش هي اللي لها أحسن أبعطيك موقف بسيط لهدية يعني الوالدة قبل أيام طبعا هي هم معي في جدة الآن لهم ثلاث سنوات وما أخفيك صراحة أنهم متأثرين جدا من مغادرة الديار يعني ومن فترة لفترة يهزهم الشوق لأصدقاءهم لأحبابهم للمزارع للدنيا فجلست مع الوالدة وقلت لها صديقتك فلانة وصديقتك فلانة في القرية صار لك تواصل معهم قال لا والله يا ولدي صار لي فترة ما كلمتهم وكذا طيب طبعا هم دائما هي تتعهد الثنتين ذولا ببعض المستلزمات وكذا فقلت لها إيش رايك نوصل لهم شي قالت لها أنا فيني يا ولدي هم فيني قلت هذه لا تشيلها ما هذه عندي أنا المهمة اتصلت على صاحب بقالة عندنا في الديرة هناك وقلت له جهز المستلزمات التالية ثم اتصلت على صديق وقلت له تعال خذ ووصلها لفلانة ووصلها لفلانة وفي المساء بعد ما تأكدت أنها وصلت خليت الوالدة تتصل على هذه وتتصل على هذه وطمئنت أن المستلزمات هذه وصلها فما تتخيل دائما تدعيل وتقول الله يسعدك في الدنيا والآخرة الله أكبر أيوة الله من أجمل الدعوات أيوة الله والوالد طبعا عنده دعوة أخرى يبقى عبد الله إذا سعدت إذا قدمت هدية من هذا النوع مثلا لو أقول له أنا جاي مثلا زرت عمتي وجاي فعنده دعاء يقوله خلاص أنا أعرف أنه مر مبسوط جميل إيش هو يقول اللهم إني راض عني عن الله فرعنا الله ويكررها عدة مرة تأكيدا أيوة الله فأنا أقول لكل اللي يسمعنا الآن إيبو عبد الله أنه فكر إيش اللي يسعده ترى أنت ممكن تجيب عطر بألف ريال لكنه قد لا يحقق السعادة له نعم وممكن تجيب حنا سميه في الجنوب خوط ريحان يعني إيه لو تجيب خوط ريحان لوالدتك يمكن يعبر عندها عن شيء كبير شيء كثير لو تروح السوق الشعبي وتجيب من الخصف القديم أو الأوعية القديمة أو جرة الفخار أو كذا ممكن يكون لها معنى عندها أكثر من العطر هذا أبو ألف ريال فأنا أفكر إيش اللي يحب وانطلق من هذا المنطلق جميل يعني الهدية بمعناها وقيمتها عند من تهديها إليه لا بقيمتها المادية موقعك بين أخوانك الدكتور يعني الله والله حنا ثمانية يا أبو عبد الله ما شاء الله تبارك وأنا ترتيب السادس ما شاء الله تبارك طبعا هذا الترتيب اللي أنت تسأل عنه لكن إذا تسأل عن موقعي طبعا أنا ما أريد باله والله ولا أريد أن أخذ الله بس كل واحد يحس نفسه أنه هو صاحب الأولوية وصاحب المكان الكبير ذكرتني وأنا أتوقع أنه هذا من كمال حسن التعامل الآباء مع الأبناء ذاك الصحابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال من أحب الناس إليه هو مبدأ السؤال كان واثق أنه أنه هو فلما عد له مثلا قال عائشة قال لا من الرجال قال أبوها يقول فخشيت ألا يذكرني فقلت يعني حسبك فأنا يعني أقول أنه الفكرة تعامل الوالدين مع الأبناء بهذه الدرجة التي تشعرهم أنه كل واحد هو الأحب أيها الله فهذا وتوقع الوالد والوالدة أصابوا هذا لا طبعا أنا أقول لك أصابوا حتى كل واحد من طبعا عندي أخ واحد ما شاء الله والبقية دكتور دكتور صالح صالح ما شاء الله تبارك والبقية أخوات طبعا أصاروهن انتقلت إلى رحمة ربها رحمها الله أصار واحدة فيهم والبقية يعني كل واحدة منهم تشعر أنه لها يعني حظة خيمة ليست لغيرها جميل ولعل هذا من يعني كمال حسن تعامل الوالدين عادة علاقة الإبن بوالدي تنعكس على علاقته مع أبنائه لكن علاقة الأبناء أو الأحفاد مع والديك تختلف شوية هل أبنائك يستخدمون والديك قصيدة جدتي وجدي يستخدمونك ورقة الضغط عليك طبعا هذا يحدث هو لا يحدث كثيرا لأنه أنا سهل يعني جميل لكثير من الأمور أنا سهل سمح لكن أذكر موقف قبل فترة بسيطة قبل أسابيع قررت بنتي نازك أنها تتغيب عن المدرسة هي في المتوسطة فقلت لها بنتي ما تغيبي أبدا نهائيا إنسي الموضوع هذا مر فإيش سوت بس جابت الجوال عند جدتها وقالت لها سجلي له مقطع صوتي هي كانت ورقة الضغط هيوة كانت عندهم هي وأنا جالس في البيت لما جاني المقطع الصوتي خلاص أنا استسلمت يعني ما أقدر أقول شيء فأحيانا يستخدموهم فعلا كورق الضغط والإنسان ما يقدر يقول لأبو أمو شيء لا نقول إلا تم زميل الله يبيض وجهك لو عدنا قليلا إلى طبيعة البيت وعلاقة البيت نجد أنه يمكن الإنسان في بداية حياته يعيش نوع من المشاركة العائلية وهذا يمكن من الأدوات التي يفرض فيها الأبناء يعني محبة الوالدين أنه والله ليش تحبه فلانا أكثر يعني هو اللي يخدمناه هو اللي هو اللي متواجد معنا متواجد ويمكن لعل التشبيه اللي كان يشبهك فيه الوالد يعني هذا دليل على فهل كان بالفعل لك مشاركة يعني حاضرة في البيت يعني أنت صاحب الفزا أنت صاحب الخدمات والله أنا أقدر أقول لك بس مو على مستوى البيت يمكن حتى على مستوى العائلة جميل يعني إذا في مناسبات إذا في شيء إذا في مبادرات تلاقيني دائما في المقدمة من فضل الله جميل كيف نشأ هذا والله من الوالد الوالد يعني له تاريخ طويل في جمع العائلة وفي صلة الرحيم وأمور زي هذه لا يكاد ينفك عنها أبدا سبحان الله وكل ما نفعله الآن ما هو إلا امتداد امتداد لما قام به يعني هذه الصفات الوراثية يعني هي ليست هي ليست وراثية في الجانب البايوروجي لا وإنما هي حتى في الجانب الأخلاقي والقيمي صحيح صحيح وبعدين أنا من فضل الله سبحانه وتعالى طبعا هم لما كانوا في الجنوب أنا كنت أجيهم جميع الإجازات يعني حتى أجيهم في الصيف الصيف تعرف أنت عندنا في تهامة حر وغبارة يعني والمنطقة مفروضة أنك تخرج منها لأن منطقتنا طبعا اللي هي العرضية الجنوبية هي مشتة وليست مصيفة يعني نزلوا لها في الشتاء أي في الشتاء فقط في الشتاء جميلة جدا في الصيف صعبة جدا لكن كنت أروح لهم في الصيف وأجلس معهم وأقضي معهم وقت طويل يعني أحيانا أقعد معهم من العصر غالب الوقت من العصر إلى أتعشى معهم و أسمر لهم اللي ينامون وبعدين أتكل على الله أطلع فوق ومن حسن الحد طبعا أنها عمارة واحدة وهم ساكنين في الدور الأرض وأنا ساكن في الدور اللي فوق جميل فمع كل صلاة أمر عليهم يعني أمر عليهم فغالبية الوقت يعني أقضيه معهم والآن طبعا تعرف بحكم العمل والارتباطات والشغل وكذا صرت أجيهم لكن خلاني أتكلم على مرحلة مرحلة التعليم العام يعني هل كنت مشارك وإلا كنت منحاز وإلا كان لك استقلالية والله يشوف أنا مشارك طبعا مشاركاتي كلها ليست يعني جيدة الحقيقة لكن السبب يعني بعضهم ترى تكون مشاركاته غير جيدة عشان يعني يفر من المشاركة لا أنا أعطيك مثال مثلا أبو عبد الله أنا أذكر لقاء جمعني بك على قناة المجد قبل فترة جميل واستعرضت جزء من التجارب اللي كنت أسويها والمشاركات اللي كنت أسويها منها؟ أي منها مثلا يعني بعض الفنون كذا وبعض الأشياء أعملها وتصوير على الجدران ورسم وكذا طبعا هذه الأشياء تضايق الشيبان زمان طبيعي أيضا الله لكنهم يتذكرونها الآن بشيء من الشوق وشيء من الله الله فوضعت لي في كل غرفة بصمة يعني ماشا بعض المشاركات جيدة وبعض المشاركات طيب خلينا نحن نقول سبحان الله الإنسان إذا أصبح والدا شعر بقيمة قيمة الوالدين أكثر من وأذكر أحد الأخوة كان يقول يعني أتذكر أول إبرة التحليل كانت لابنتي يعني بعد ولادتها كأنها يعني نغزة في جسدي قال فكنت أتذكر عندما أتألم الوالدة تتألم فالآن أدركت يعني هذا المعنى فلا شك أنه كما أن الألم يعني يصل كذلك الفرح يعني يصل لا شك أنك أنت تسعى أنك أنت تسعد والديك وتفرحه ما الأدوات التي أنت تستخدمها يعني لإسعاد والديك والله هي أدوات كثيرة أولا يعني أبرز أداة واللي أدعو الجميع إلى استخدامها صراحة إنه جلستك معهم لازم تفكر مليا إيش طبيعة السوالف اللي إيش اللي حتدخلهم فيها يعني يحبون السوالف نعم يعني مثلا إطلالة على الماضي نافذة على الماضي أنا لعنى أجيهم يا ابو أبت الله ولما جيهم مثلا يكون مثلا فيه أمطار في الدينة جاء أمطار وجاء خير وجاء كذا والمزرعة مثلا السيل سقاها وكذا الوالد طبعا بعيد له ثلاث سنوات والوالدة لكن لما وريهم الصور ووريهم الأشياء تستثير عندهم إيش ذكريات إيش جميلة آخر مرة تقول للوالدة لما شافت البيت طبعا وأثر الأمطار وكذا فشافت البيت وحنت فتذكرت قصيدة كذا يقول ابن خولان طوفت البلات ما مثل بيتي سقى الله لي مساه إن كنت جيعان زعلي بالعشاء وإن كنت شبعان يوم أحلى مساه الله أكبر فشوف أنت لما توريها شيء يستثيرها أنت تفتح لها إيش باب تفتح لها باب تفتح لها طريق الوالدة قل له المزرعة شربت وينك ما تزرع البلاد وكذا فبرضه يتذكر هو بعض المواقف كانوا يقولوا زمان لما وهو طبعا من لسانه أسمعها يقول يلا طلبتك تسقي البلات وتعود امقرصان باسلة طبعا يمكن هذا أنت بلاحجاتنا مقرصان اللي هي إيش اللي هي الخبز طبعا البلدي نعم باسلة يعني كثيرة جميل يلا طلبتك تسقي البلات وتعود امقرصان باسلة فالشاهد من الكلام هذا إنك لما تفتح لهم طريق للماضي ونافذة على الماضي والأشياء اللي يحبوها تستثير فيهم أشياء كثيرة ويتحدثون إليك وتصير الجلسة جلسة جدا جميلة جميل طيب خلينا نحن من الحديث الشيقة دائما اللي يحب يعني الوالدين الحديث عنها هو الحديث عن والديهم ونحن لعلنا نمارس شيئا من هذا يعني في هذا البرنامج خلينا نأخذ كذا شيء من ذكريات يعني يمكن والديك في المواسم يعني أنت ذكرت الآن مثلا في منطقتكم في الصيف يعني يمكن الحياة شوية صعبة في الشتاء كانت يعني على قولهم متنزه وأهل السراء ينزلون عندكم في تهامة خلينا نشوف المواسم كذا زي موسم رمضان يعني ذكرياتك مع والديك تحديدا في هالموسم يعني لأنه موسم استثنائي بأينا هو بالفعل موسم استثنائي علينا وعليهم من الأشياء اللي ما أنساها أبدا أن الوالد كان يحب يكون الإفطار على قارعة الطريق يعني إحنا عندنا إحنا بيتنا مشرفة على الوادي تماما وطريقنا والطريق من الوادي فيفتح البوابة ويحط السفرة ونجلس هناك ليش علشان أي عابر سبيل يمر يشارككم وطبعا هذا الكلام كان يعني منذ فترة طويلة تعرف الآن القرى يبو عبد الله فرغت من الناس صحيح ما صار فيها أحد ما تلاقي في البيت الواحدة إلا شايب بس يعني ما في فكان هذه اللقطة لا أنساها أبدا الوالد من فضل الله سبحانه طبعا إمام وخطيب الجامع في القرية ما شاء الله ولو في خدمة الجامع يمكن أكثر من خمسة وربعين سنة ما شاء الله وارتباطه بالمسجد وخصوصا في رمضان وبالتراويح وبالإفطار وكذا يعني ذكرات جدا جميلة ما ننساها صراحة في البداية كان الوالد فيه شيء من القسوة يعني لكن سبحان الله بعد فترة من الزمن لما تشوفوا أنت كيف يتعامل كيف كذا تستوعب أنه من كان راحما فليقسه أحيانا فليقسه أحيانا يعني كانت ذكرات جدا جميلة العمرة كنا نأخذ عمرة في رمضان بس أنا في الفترة الأخيرة صد تجنبهم العمرة في رمضان تعرف حكم السن وكذا ومن أجمل تجارب معهم هي تجربة العمرة باعتبارها موهم يعني من أجمل التجارب معهم أخذهم طبعا تعرف مع السن وكذا كل واحد بعربية يعني فأحيانا معي واحد من أولادي وزوجتي ونأخذهم أحيانا يقاومون في الطواف يأخذونه لكن في السعي ضروري يكونوا فيهاش في العربية بعد ما خلص وانتهي بعد ما نخلص وانتهي خلاص نمشي إلينا السيارة نحل الإحرام كل شيء ينتهي يلتفت لي يقول اللهم إني راضا عني أن الله فرضا عنه وما تتخيل والوالدة دعاءها المعروفة اللي قلت لك الله يسعدك دنيا وآخرة فلما تسمع الدعوات هذه في مواسم جميلة زي كذا يعني لها أثر جدا بالأس طمؤنينة طيب أنا أختم معك يمكن من أكثر ما يعني يحمل هم الوالدين هو كيف يسدون النصيحة إلى أبنائهم حتى لا يتحسسون منها أو لا ينفرون منها لكن يبقى استيعاب النصيحة ليس آنيا قد تستوعب النصيحة ولكن بعد بعد حين كذا نصيحة أنت تذكرها من أحد والديك ولازلت يعني تنعم بها إلى يومنا هذا الله يسعدك أبو عبد الله طبعا الإنسان بطبيعة وتعرف الحياة متقلبة ومتغيرة ومواقف وانت في العمل وفي بيئة العمل فيحصل شيء من الصراعات والمشكلات والأشياء أحيانا وما أعتقد أني شخص يسمعنا الآن إلا ودخل في الصراع بطريقة أي شيء أو بأخرى فكنت أسأل الوالدة يعني أجلس معها وأقول أشكيلها بعض الهم فكانت تقول لي لسانك حصانك الله انصنت وصانك وانخنت وخانك لأنها هي تعرف أن الإنسان في وقت المشكلة وفي وقت الأزمة ممكن ينفلت لسانه وأنا سبحان الله دائما أذكر قول الشاعر اللي يقول يموت الفتاة من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرته من فيه تلقي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهل أما بالنسبة للوالد فأهم شيء عنده صلة الرحل فلما يسأل عنه عن الله يقول والله عند عمته ولا راح عند كذا يعني هذه بالنسبة له هي القيمة الحقيقية فالوالد إلى هذا الوقت يعني تخيل صلةه ليست فقط مع عماتي وعمي ومع كذا حتى مع أصدقاء يعني كان له صديق عزيز جدا وهذا الصديق ساكن في الرياض وتعرف المسافة طويلة والوالد يتعب أصلا من السفر والروح والجي والطيران وكذا فقال لي مرة من المرات يا ولدي يعني ما يصير هذا الرجال له علينا أفضل توصلني قلت أنت تتحمل بس تتحمل تطلع لين هناك قالي فأخذته وطلعتنا وهو الرياض أيوة الله وروحنا زرنا الرجل هذا في المستشفى والله أنه زرنا يابو عبد الله ومن المستشفى على المطار راجعي بس الهدف أنه ما تتخيل قديش كان سعيد هذا وسعيد هذا باللقاء حسن العهد من الإيمان شيء عجيب سبحان الله لما أذكر أحد أصدقائه بخير أو كذا أو نسلم عليه أو نتصل عليه يعني يكون جدا سعيد فالصلة يعني هو دائما يذكرنا فيها تميل هذا الوفاء والشيء من معدنه لا يستغرب من وفائك اليوم حديثك عن والديك أبو عبد الملك أنا سعيد جدا بك وهنيئا لوالديك بك وهنيئا لهما بك الله يسعدك أبو عبد الله وأنا رضا عليك سعيد جدا وهذا اللقاء فقط من باب طرح بعض المواقف كي يستفيد منها الآخرون جميل وإلا لو استضفت غيري عن الله القرني لو وجدت من صور البر ما يدهشك أكثر لا فيك الخير والبركة وأنا شخصيا والله الله يسعدك شكرا لك يا أبو عبد الملك والشكر العفو الله حكاية البر حكاية حكاية البر حكاية حكاية البر يقول أم سلطان عمتي تقول يا ربي سلطان يا ربي سلطان ويساجد يا ربي سلطان يا ربي سلطان كانت تقول لي الله يا ولدي يجعلني أشوفك تدخل علي اللحية تكملي وجهك اشتركين في المجد كل بيت في اشتراك يتركون اشتركات اللي بفلوس ويجون عند الوالدة عشان تشوف المقاطع اللي في اليتيوب واحد وراء الثاني وتمشي طبعا المقاطع وأجي أرقاه حيانا داخل مع باب الصالة أسمع صوتي شغال عنده حكاية البر حكاية حكاية البر حكاية حكاية البر يا أبوي ذكراك طول الأزمان الباقي قدرك مدى الأيام وسط الحنايا كريم طبعك وفي الوعد راقي علمتني بالذوق صدق العطايا لمي الحبيبة لهفتي واشتياجي اللي زرعت بالروح طيب النوايا تشهد لها بالخير أغلى رفاقي تسلم ديني المترفة بس جاية يا ذكريات بالعهود الوثاقي مضمونها يرسم جميل الوصايا اليوم تجمعنا وعود التلاقي على حكاية البر نلقى السناية حكاية 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 البر حكاية حكاية البر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة